أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري على ضرورة معارجة الأوضاع المعيشية للمعلمين والتربويين في المحافظات المحررة والوقوف إلى جانبهم من خلال استمرار صلف مرتباتهم باستمرار وبصورة شهرية دون تأخير وأشار الوزير العكبري خلال ترأسه اجتماع لمجلس وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن أشار إلى الإطلاع والسشعار المسؤولية اتجاه المعلمين وما يمرون به من ظروف معاشية صعبة جراء انهيار العملة المحلية وتأخير صلف مرتباتهم من البنك المركزي وجدد وزير التربية تكيده على وقوف قيادة الوزارة مع المعلمين والتربويين والعمل مع القطاعات المختصة في الحكومة والجهات المنحة باتخاذ عدة تدابير مؤقتة وعاجلة تتم من خلاله تقديم الدعم للمعلم للقيام بواجبه الوطني في بناء الأجيال